بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقم وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظم اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفو عثرت فكم يا إلهي من كوبة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرت قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا شيك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهام اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بإليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وستوك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطأي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أوى مولان كريما أصبر على عبد لئم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إليا فأتبغضوا إليك وتتودد إليا فلا أقبلوا منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليك والتفضل عليك بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين وبالعالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدوته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادم على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الوزق فالق الإصباح وحيد الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرام وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاب وتواضع لعظمته العظماء فبلغا بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد آني فأثني عليه حامداً وأذكوه مسبحاً الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يؤد سائله ولا يخيب آمل الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكاً ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهدام وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلاق ويرزق ولا يغزق ويطعم ولا يطعام ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سورك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأمى وأطيبا وأطهرا وأسنا وأكثر وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحنمت وسلمت على أحد من عبادك وأنبياء ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي وسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي وسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبار والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبطي ورحمتي وإمامي الهدى الحسني والحسيني سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي اعتضيته لا أبدله أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفيا بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم الموم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغني به عن عائلنا وأغني به عن عائلنا وأقضي به عن مغرمنا وأجبر به فقرنا وسدع به خلتنا وسدع به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به يسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواع عيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق وغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدونا وأذهب به غيظ قلوبنا وأهدنا به وأهدنا به لما اختلفا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصونا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح من كان تعجلوه وبضر تكشفوه ونصر تعزوه وسلطان حق تبهروه ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي علينا فرفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لغلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والعستبرق فألبسنا وليلة القادر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءتا من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضيع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسوابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين محمد 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 تبدي